باعتقادي أن العراق خطى بالفعل خطوات مهمة تبعث على الثقة وكما تفضل الدكتور إحسان في بداية هذه الحلقة بأن الموثوقية أو الثقة في عودة العراق باتت أكثر أو أعلى من أي وقت مضى لكن لا تزال أصداء الأزمات المزمنة التي ضربت العراق كتنظيم داعش على سبيل المثال والحديث عن وجود بعض الجيوب الداعشية التي تتصدى لها السلطات العراقية بكل قوة وحزم مسألة الارتباكات الأمنية والانفلات الحدودي والسلاح وأشياء من هذا القبيل لا زالت تلقي بظلالها على تصور الكثيرين في العالم العربي وربما في العالم أجمع على تعثر تعافي العراق مجددا الأمر الثاني حينما نتحدث عن المبادرات العربية حيال العراق نجد أنها تجد من الدول العربية الأكثر استقرارا بينما باقي الدول العربية تعاني من أزمات ربما أشد وطأ مما تعاني منه العراق لذلك الترقب العراقي للمبادرات العربية يجب أن ينحصر في بعض الدول وليس في كل الدول العربية لأن هناك دول ننتظرها أن تتعافى وأن تتجاوز محنتها ومن ثم نحن لا نتحدث عن منظومة عربية مستقرة متكاملة الأركان وإنما عن بعض الدول التي تشعر بالتعافي والاستقرار والتي يمكن أن نراهن عليها بينما نأمل أن يتجاوز البعض الآخر لمحنته ترجمة نانسي قنقر